اشتركوا في القناة سيتقبلون استبعاد البعض ام سيكون هناك ردة فعل لهذا الاعلان كان هناك كلام على برنامج عمل حكومة الحكومة متأنية في هذا البرنامج ويمكن يتم عرض على النواب يفترض ما قبل الجلسة القادمة لكن سيكون هناك تأجيل فيه او لا اكيد رح نتحدث عنه وايضا المقترحات بالقوانين وبعض مطالبات النواب رح تكون على جزئي هذه الحلقة بداية ارحب ضيفي عضو مجلس الامة عبدالله لمبايحي الله يبارك فيك والله حيك ونتشرف باللقاء في قناتكم المعروفة ومع مذيع مبدع شروات ونتشرف باللقاء الأخوة والأخوات الناخبين وإيصال الأفكار وما بدينا فيه من يعني ورش عمل إن شاء الله محضر اليوم يعني رح بتدريه واضح في القترة الحالية العمل اللي قاموا فيه والمجهود الجبار اللي قاموا فيه الكثير من الإخوان والمفكرين والمخلصين اللي موجودين اللي أخرجوا لنا هذا الناس إن شاء الله بإذن الله رح تناقش فيها بحلقتنا ليلة بدأ بس قبل الله بتركي اليوم أنت داخل مجلس الأمة في السابق كنت يعني ناشط سياسي ولكراك لكن اليوم تداخل المعترك داخل ما بقول الصراع داخل عمل برلماني تعتقد أن أنتو اليوم متجهين إلى نوع من حالة الاستقرار والتعاون والحكومة أم تعتقد بأن هناك صدام قادم والله هو الأصل يا أبو حسين إن المادة خمسين مقدمة على المادة أمي والدستور فالأصل هو التعاون والوضع الطبيعي هو التعاون واستخدام المادة أمي من الدستور هو الحالة الاستثنائية في حال واجهنا ملف فساد ويقينا لا يوجد تحصين وإن كان هناك تعاون لكن يقينا لا يوجد تحصين ففي حال ظهر ملف من ملفات الفساد وتم إبلاغ السلطة التنفيذية في هالملف الفساد ولم تأخذ إجراء يقينا سيكون هناك محاسبة ومحاسبة شديدة لكن لما نتكلم على وجوب والتعاون اليوم إحنا قاعد نقدم الكثير من المقترحات في حال وجدت هذه المقترحات ورأت النور وأصبح هناك تمكين لهذه المقترحات فلا داعي هناك لتصادم ولا داعي المواجهة المواجهة ليس خدف تعاون مقدم لن يكون هناك تهاون يقينا هناك ملفات مستحقة وحلول قائمة ومجهود جبار للكثير من المخلصين والمتخصصين لكن اليوم في حال وئدت هذه الأفكار وفي حال ظهرت ملفات فساد وتم إبلاغ الحكومة فيها ولم تقم الحكومة بالتخاذ الإجراءات اللازمة هنا ستكون المواجهة النواب بعضهم دخل في كتل وعلنت عن كتل جديدة أو مجموعة تنسيقية عبدالله لمبعي ليه اليوم مستقل وإنه ممكن تنضم إلى كتلة في المستقبل والله بالعكس احنا كنا من أكثر الداعين إلى العمل الجماعي واليوم قاعد نشوف الوفاق أنا لو أورك حزمة القوانين هذه كلها في توافق كبير بين جميع الأطراف الأصلاحية اللي موجودة في المجلس يعني تلسق معهم وكلها بتنسيق يعني أنا ما في واحد من هالقوانين اللي وقعت عليها الموقع معي أربعة خمسة وبأسماء مختلفة اليوم نعم العمل الجماعي ووجب وضوح الرؤية واليوم في جاري التنسيق لتشكيل يعني أو لتنظيم الأولويات بين كل الكتلة الأصلاحية هذا هو العمل الجماعي الحقيقي اليوم وجود الكتل أمر طبيعي ولا يوجد لدينا خلاف ومجرد استمرار واستكمال هذه الكتل أتشرف بالانضمام إلى الكتلة الأقرب واللي تتوافق مع الرؤية اللي أنا أؤمن فيها ويقينا نحن داعمين لأي عمل جماعي لكن اليوم يعني مثل ما تعارف في بدايات المجلس بعدها تبتدي تتشكل الكتل أكثر فأكثر مع استمرار يعني ممكن مستقبلا تتضمي لك لكن تحين في المرحلة مرحلة تنسيق مع بقية النواب نعم اليوم مرحلة تنسيق مرحلة ترتيب أوراق ترتيب أولويات وجاري التنسيق لكن التعاون هو سيد المشهد بين يعني الأخوة النواب بكل القوانين قاعد نشوف تعاون إيجابي جدا بالفترة الحالية ويعني مجرد تشكيل الكتلة لتحقيق أهداف معينة هذا رح يتضح بالأيام القادمة أنت قلت ببتركي أن سيتم الرد على من يريد إثبات فشلنا بقيادة المرحلة من خلال هذه الانجازات عرضت انجاز قانون أو تقترح إنشاء المدن الإسكانية وراح نتكلم عنه بس قبلها ببتركي من يريد إثبت أو يريد إفشالكم في هذه المرحلة بصراحة يقينا كل من كان لديه السلطة وكان يدير البلد ويعني يخلي الفساد يستشري في هذا البلد ويريد أن يجعل هذه الخصبة للفساد من طبيعي أن يقاوم بمجرد أن يشاهد التوافق اللي قاعد يصير بمجرد أن يشوف أن حركة الانجاز رح تبتدي التطور في حال أن تطورت الانجازات وصار الانجازات حقيقية تؤثر على واقع المواطنين وتحسن من حياتهم المعيشية ويشوفون استقرار سياسي وما يشوفون تأزيم ويشوفون الوضع استقر وحياتهم تحسنت يقيناً رح يبتدون المواطنين يقارنون يقولون يبقى التعطيل والانجاز كان في الحقبة السابقة واليوم حقبة انجاز وتعاون واستقرار وتحسن معيشة لذلك هو يطمح وهو ليس بفرد هو مجموعة من كان يدير المشهد في الحقبة السابقة وفي العهد القديم واليوم لما يشوف هذا التعاون وهذا الانجاز وبداية مؤشرات الانجاز اللي قاعد تتحقق يقيناً يريد أن يثير كل القلاقل وكل الجدليات وكل الأحداث وكل الأخبار والإعلام المأجور وغيره وغيره من الوسائل التي يثير فيها القلاقل ليثبت عدم قدرتنا على قيامة المشهد دعا تشوف أنه ممكن يستخدم بعض الجهات التي تأثير عليكم استخدمت ولا زالت تستخدم الحين فترة حين نعم نعم يعني استخدم الكثير من محاولة إثارة يعني بعض الخلافات محاولة شق الصف محاولة إثارة أو تفضيل طرف على طرف كثير من الأدوات المبتذلة سياسيا قاعد يتم استخدامها حاليا إثارة بعض القضايا الجدلية من غير إيجاد حلول الكثير من القضايا أو الكثير من الأسلحة يعني الغير مشروعة في السياسة قاعد يتم استخدامها حاليا لكن يقينا اليوم بوعي الشارع الكويتي وبوعي الأخوة النواب وبوعي الحكومة التي نتمنى أن يستمر يعني إحنا شفنا بدايته ونتمنى أن يستمر هذا النفس في الوعي بتجاوز كل هذه العقبات وأننا نوصل بإذن الله إلى الإنجاز لأن الشعب الكويتي نطر وايد وراننا شغل وايد وفعلاً ما عندنا أرسل بس بطرق الفريق اللي كان متسيد في المرحلة الماضية تعتقد سيقبل بوجودكم اليوم أم سيستمر في المحاولة؟ ممكن تكون محاولاته على أوجه مختلفة اليوم؟ طبعاً يعني هي الأسلحة تتعدد لكن يعني متوقع أنه رح يفصل في شيء؟ نحن ندري نحن ندري ونحن نواجه هذا الموضوع يومياً وقاعد نقاوم يومياً بمحاولتنا لإطفاء كل حريق يراد اشتعاله والمواجهة هذه لا يفترض بأننا ننقاد خلف هذه يعني مو كل شيء ينقال لنا لازم أن نرد عليه الرد الحقيقي يكون بالإنجازات لأن إذا أنجزت رح تثبت أن أنت في هذه الفترة أنت أفضل من الفترات السابقة أنسان بتركي أنت أعوضوا ما شاء الله في لجان مهمة التشريعية المالية الإسكان والعقار وإيضاً لجنة تحسين بيات العمال الإسكان وهي مشكلة مستقريباً أغلب المواطنيين الكويتين الأسر الكويتية وقلت مقترحة المدن الإسكانية تعتقد فيه حل ولا لا؟ شوفها أبو حسين أنت اليوم هذه الطاولة ثقيلة واحد وأنت ما تقدر تشيلها بروحك إذا بتطالعها باتر أيضاً ما رح تشيلها إذا بتطالعها السنة الهائية ما رح تقدر تشيلها لا بتطالعها بعد 20 سنة ما رح تقدر تشيلها ورح تتفاقم المشكلة ورح يتعطل إنجازك اليوم الحكومة الطلبات الإسكان قاعد تجاوز سنوياً 8000 وتصل فيه بعض الأحيان إلى 10,000 أنت قدرتك على حل المشكلة الإسكانية يعني أنت عندك حدود معينة في قدرتك لحل المشكلة الإسكانية أنت إذا قاعد توزع ما رح توزع هالأعداد وهالكميات لحل المشكلة الإسكانية إذا ليش شنو الحجة اليوم إحنا لما كنا نناقش يعني في اللجنة الإسكانية كانوا يقولنا إحنا بنعطيكم هالكثر من الميزانية إحنا بنعطيكم يعني لما ناقشنا وزارة المالية نعم أنه اليوم قاعد يعطى الفتاة سنوياً ما في دعم للبنى التحتية إذن السؤال الأهم هل اليوم الحكومة قادرة فعلاً على تلبية طلبات وتحقيق نموحات المواطنين الإجابة لا كون أن الإجابة لا إذن هناك حلول أخرى يجب التعاون فيها إذن تعال يا حكومة أنت اليوم من تقادر كميزانية وكقدرة وكطاقة خلاص أشرك دخل للقطاع الخاص زين هل أنا أدخل للقطاع الخاص منفرداً لا اليوم إحنا دخلنا قطاع خاص بنظام الشراكة اليوم المواطنين يملكون 50% من أسهم هذه الشركات التي ستقدم الحلول للمواطني فالمواطن هو المستثمر والمواطن هو المستهلك في نفس الوقت وفتحنا مجال أيضاً للمستثمر المدير وفتحنا مجال لتوطين الاستثمار من خلال الحكومة إذن هي الكل مستفيد المواطن مستفيد والحكومة مستفيدة والتاجر خلقت لفرصة جديدة بدلاً لا يأخذ فلوسه ويوديها بره ويستثمرها بره هذا مقترحكم من إنشاء المدر الإسكانية؟ طبعاً كل مقترحاتنا يغلب عليها هذا الطابع بأن الجميع مستفيد اليوم أنا لما إنشأت المدر الإسكانية في هذا المقترح نعم أنا أحتاج عناصر أخرى لإنجاح مثل هذا المقترح اليوم إذا أنا إنشأت المدر الإسكانية وأنا ما كان عندي شركات طاقة تلبي حاجة المدر الإسكانية إذن أصبح هذا مشروع فاشل لأن أنا بنيت المدر الإسكانية ومن غير لا أوفر لها الطاقة أنا صار عندي مدر الإسكانية وايد لكن بنك التسليف عاجز عن توفير هذه السيولة إذن أنا وضعت حل آخر بقانون آخر الآن هذه ثلاث قوانين مترابطة حطيت قانون بنك الإسكان اللي هو راح يكون مساند لبنك الاعتمان حطيت مثلا قانون إنشاء شركات معالجة مياه الصرف الصحي حطيت القوانين المكملة اليوم هي مثل الدومينوس هي في شغلات مترابطة لينجح مشروع يجب أن يكون معاه هناك مشروع آخر يعني الإسكان ليس فقط توفير أراضي وبناء هي القضية مترابطة أنت تدري أبو حسين أن اليوم نحن داخلين في أمر خطير جدا وهذا قد يسبب أزمة كبيرة عندنا في مسألة الطاقة في حال أن زادت هذه المدنة الإسكانية نحن خلال سنتين إلى ثلاث سنوات احتمال ندخل في قطر مبرمج على المواطنين هل نحن بحاجة إلى أن نكون نفس بعض الدول العربية هذا أمر خطير ويجب أن تشعر بحساسيت الحكومة زين تعال ناقش في الميزانيات اللي موجودة هل أدرج في الميزانيات اليوم في أرضين مخصصين لإنتاج الطاقة هل مدرج في الميزانيات اليوم إمكانية الحكومة من بناء هذه المحطات لتوليد الطاقة أيضا أصبح عندي خطر حقيقي لذلك نحن اليوم قاعد مهد هذا الطريق نضع التشريعات الميسرة للحكومة بأن تعمل وأن تشرك الشعب وتشرك القطاع الخاص وتشرك الجميع وأن يكون هناك فرص استثمارية حقيقية وأن يكون هناك توطين استثمار حقيقي لتحقيق الخدمات اللي ممكن أن ترفع جودة الخدمات وفي نفس الوقت تخفض الأسعار على المواطني كمستهلكين وخلقت لهم فرصة استثمارية كمساهمين وخلقت فرصة استثمارية للقطاع الخاص لأن يستثمر داخل البيت الحكومة تتقبل مثل هذا التوجه والله احنا تناقشنا في الكثير من هذه القوانين نعم وهناك دفع وتوجه وتقبل كبير لموضوع إنشاء المدن السكانية أو شركات الطاقة فصار فيه هناك نوع من أنواع التنسيق مع الأخوة في الحكومة وكثير من المعلومات التي بنين عليها هذه الدراسات وهذه المقترحات كثير من المعلومات تعاونت فيها الحكومة وهي التي أعطتنا هذه المعلومات التي مهدنا الطريق لها من خلال صياغتنا لهذه القوانين يوم أمس شاهدنا مطار لكن أيضا صار غرق في بعض الشوارع في لجنة لسكان أعتقد ناقشته قضية السيول وغيرها ما قلت عنك أو قلت أنت تحديدا نحن كنا نناقش بالنسبة السيول التي كانت توجه لجنوب صباح الأحمد والتي أثرت على مدينة صباح الأحمد والكثير من المناطق التي تضرر نتيجة السيول تكلمنا على المكامن والمخازن التي ممكن أن تكون تشكل نوع من أنواع الحماية لإستيعاب المياه التي ناتجة عن السيول وانصدمنا في عدم التنسيق الذي موجود خلال الحكومات السابقة ووصلنا هذه الرسالة مع وزيرة الأشغال ووزير البلدية كنا مسؤول عن الهيئة العامة للزراعة ووجهنا أيضا لجميع الوزراء بوجوب التنسيق هناك خلل كبير جدا نعاني عندنا في الكويت أن لا يوجد تنسيق حكومي حكومي داخل الحكومة بين الحكومة نفسها بل في بعض المرات داخل الوزارة الوحدة لا يوجد تنسيق بين وكيل ووكيل آخر هذه معاناتها راحنا قاعد نعانيها وقاعد تسبب لنا خلل جدا كبير قلت لهم إذا مياه السيل يت وترست المكامن اللي حاطينها سواء كانت بحيرات سواء كانت خزانات خرسانية سواء كانت مصدات ترابية اللي أنتو اللي سويتوه لحماية الناس من السيل يه السيل وترس هذا المخزن شنو بتسوون بعد هذه النقطة هذا تساؤل يعني منطقي وبسيط شنو بتسوون بالماء اللي ترس الخزان إذا يدت المطرة اللي عقبها بتي على الخزان الخزان متروس بتعبر بانتظرها الناس تضرر إذن أنا ما سفت من الخزان هل نسقته مع الهيئة العامة لزراعة لإستخدام هذه المياه في الري هل نسقته مع هيئة الكاربا لإستخدام هذه المياه في التبريد يبي له ترابط من الجهات إذن إذن هناك أنا اليوم كمواطن أو كنائب أشاهد الحكومة ككيان واحد مو يتضامنون بس في التصويتات في داخل مجلس الأمة خلي يتضامنون أيضا في تشكيل الحلول والترابط أثناء إيجاد الحلول لحماية المواطنين والتحسين واضحهم لذلك وصلنا رسالة وكانت رسالة شديدة للهجة ولله الحمد يعني كانت تجاوب مشكورا من الأخوة الوزراء و يعني إن شاء الله أن نراح على الواقع لأن أنا اليوم لما أقيم أنا ما أقيم على تعهداتك أنا ما أقيم على تصاريحك أنا هذا أمر لا يعنيني أنا لما أي أقيمك كحكومة أقيمك على إنجازك هذا هذا عنصر التقييم الحقيقي لكن أتيني تصرح وما تنفذ أنت أنت أدنت نفسك أكثر من لونك مو مصرح ترهل جهاز الحكومي في الحال شون في مجال نحن نعالجه عشان نخرج على الأقل من هذه القضايا أو بعضها مثلا صحي شوف راكمات السابقة للفساد واستشراء تؤدي إلى يعني وقد يأتي البعض يعتقد بأنه مبدع ويكتشف بأنه قاعد يقوم بخلال كبير لأنه في فردية قيالية عندنا نعانيها هنا بالكويت بأن كل واحد يقول نفسي نفسي يبقى أنا سويت اللي علي الباجة كيف أنت تتحمل المسؤولية الموضوع ولا تدار البلد بهذه الطريقة البلد تدار لما أنا أي أتحمل المسؤولية مشتركة ويكون هناك عمل جماعي ويكون هناك تنسيق تعال يبقى أنت الأشغال سويت المكامن تعال أنت يا هيئة الزراعة استخدم المياه تعال أنت اليوم هيئة الإسكان تعال افتح المجال للزراعة أنها تزرع أن تسقي أن الدش داخل الأشغال مكانهم خارج المناطق السكنية والإسكان داخل المناطق السكنية فإذا صار فيه تعاون لازم يصير فيه تعاون مشترك نزيل إذا تحتينا على الجهاز الحكومي تراه اليوم تعينات التي حدثت في الأخير تعتقد أنه جيدة تراجع الحكومي كان جيد وجهة نظرك في هذه التعينات بالنسبة لي التعينات قد يكون مبكراً الحكم على أداء هذه التعينات خاصة أنها تعينات حديثة لكن اليوم لما نتكلم في مسألة استبدال فريق بفريق اليوم ما هو نجاح بأن أنت تستبدل فريق بفريق مضاد له النجاح الحقيقي بأن تستبدل فريق كان يوضع بالبرشوت وكان يوضع بالمحسوبيات وكان يوضع بدرجة قربة من المتنفذ وكان يوضع بمعايير خاطئة في الإدارة وأن تستبدل هذا الفريق بفريق كفاءات وليس فريق لتثبت أن أنت اليوم تدير العملية بالطريقة الصحيحة أتي بالفريق المضاد قد يكون هناك خلل في مسألة حتى عنصر الكفاءة عند الفريق المضاد لذلك أنا اليوم عشان أثبت قدرتي على إدارة المشهد فأستبدل المحسوبية بالكفاءة كذلك في هذه الطريقة أنا رح أدير البلد بالطريقة الصحيحة لكن في حال أن أنا يعني استبدلت فريق بفريق مضاد أنا يقينا سأقع بنفس الخلل اللي كان يقع في الفريق السابق وستتكرى عندي غالبا نفس المشاكل عضو اللجنة التشريعية وأيضا اللجنة التشريعية ممكن كانت مثار حوار داخل مجلس الأمة في تعديل مواد 97 و 98 من اللاحة الداخلية اللي كانت على أثر الاقتراحات ومشارع بقاوين تذهب إلى اللجانة المختصة تشوف هذا يسرع فعلا من عمل اللجان وإنجاز القوانين والبعض يتكلم اليوم هل اللجان الأخرى قادرة على استيعاب مثل هذه المشاريع أو هذه القوانين بشكل مباشر دون المرور على اللجنة التشريعية إذا كنت تقصد تعديل على المادتين 97 و 98 من اللاحة الداخلية هذا من الإنجازات الرائعة اللي حققها هذا المجلس اليوم والهدف الأساسي من هذا الإنجاز هو تقليص الدورة المستندية اللي كنا نعاني فيها من وقت كان سابق أي قانون يعني أي قانون يمسك دوره بالتشريعية في مجلس 2016 وصل الدور لـ 1500 1500 قانون عشان يوصل دور قانونك هذا يمكن يخلص المجلس فترة الـ 24 ودور قانونك ما وصل لما يصير عندي أنا في مجلس 2020 وإن كان فترة قصيرة وإن كان هناك تعطي الدور وصل 800 في 2020 اليوم ما صار لنا شهر مبلشين وإحنا ليل حين اليوم في فترة إعداد القوانين يعني كل هذي اللي تشوفهم هذي لكل سطر فيهم مقترح قاعد يعملون فرق كبيرة لإعداد هذه المقترحات فأسهل يكون بالتعديل هذا رح يسهل يفترض هذا التعديل رح يقلص رح تشوف كمية إنجازات خلال الفترة القادمة احنا اللي سويناه بالضبط بأن احنا ألقينا مرحلة تشريعية بما لا يخل في مسألة جودة القوانين لأن القوانين أساسا قاعدة تمر في ثلاث مراحل قانونية اللي أعد القانون أكيد أنه يعني استشار شخص قانوني لما تروح لإدارة الإعداد في المجلس الإعداد يبتدون يدققونها قانونيا ويشوفون توافقها مع القوانين لما تروح اللجنة المختصة أيضا هناك باحثين قانونيين موجودين وكفاءات وطنية في اللجان المختصة في كل لجنة مختصة في باحثين قانونيين ولديهم الخبرة في القانون ولديهم الخبرة في القانون المختص في اللجنة هذه لذلك أنا رح يصير عندي في ثلاث مراحل تدقيق قانونية وهناك أيضا خيار آخر في حال أنه يعني استشعرت اللجنة المختصة بحاجتها لرأي اللجنة التشريعية هنا حق للجنة المختصة أن تحيل قانونها إلى التشريعية وهناك مرحلة أخرى في حال وجود ملاحظات في حال أدرج في جلسة مجلس الأمة هناك مرحلة أخرى أيضا وخيار خامس بأن المجلس يستطيع أن يعيد إحالة هذا القانون إلى تشريعية اللي يزيد من تدقيق في الجانب الخارج أهم الإحالات اللي سأوته الآن في اللجنة التشريعية يعني قد يكون من أهمها قانون القواءة منسبية هناك الكثير من التعديل إلى اللجنة الداخلية والدفاع كونها اللجنة المختصة؟ ونعطرين تنزل بكويت اليوم والتعديلات اللي سويناها لأن القوانين ما رحلت نعطرين قانون ينزل بكويت اليوم عشان أن يتم تحالات فبدأنا نحيل بعض القوانين التي كانت موجودة في جدول أعمال اللجنة التشريعية بد due느�哪裡 إلى اللجنة المختصة مثل قانون إنشاء المدنة الإسكانية احنا حلناها بالتشريعية وأنت موجود بالإسكانية؟ وأنا موجود بالن 찾ن أوكي لكن الفكرة بأن اليوم لما ينزل القانون اللي أقريناه بالمداولتين في الجلسة السابقة اللي أقريناه في التعديل على المادتين بأن القانون يروح مباشرة إلى اللجنة المختصة هذا بمجرد نزوله في كويت اليوم هنا رح نبتدي القوانين تحال مباشرة إلى اللجنة المختصة لكن إلى الفترة الحالية قانون القوائم النسبية قانون إنشاء المدن الإسكانية هذه كلها قوانين نحن بالتشريعية حلناها لكن في القادم الأيام بإذن الله رح تحال مباشرة إلى اللجنة المختصة بمترك أنت أيضا عضو في اللجنة المالية واللجنة المالية فيها كثير من القوانين صار فيه اقتراح أنت اللي تكلمت فيه وقلت أن اقتطاع 20% من أرباح صندوق الأجار اللي اقتتاب عن المواطنين في الشركات المزمع إنشاءها أنت قلت أن اقتراح تنمو ويدعم توطين الاستثمارات في الكويت والكثير من الاستثمارات فيها جدوة اقتصادية وعاد أكثر من الخارج بس أنت قبلها في مجلس الأمة لما وقفت وقلت إنشاء 50 شركة بـ 24 دينار قليل خمسين بعشرين صار فيها لغة في وسائل التواصل الاجتماعي صحيح اشرحها لخاصة الشترد على اللغة اللي صارين صحيح أنا لما أتكلم في جانب فني ممكن شركات الطاقة قد تحتاج 500 مليون فالاكتتاب مالها غير عن مثلا شركة مثلا معالجة الصرف الصحي قد تحتاج إلى 30 مليون الإنشاء المدنسكانية أنا أحتاج خمس شركات كل وحدة رأس مالها 100 مليون فهناك تباين في كل شركة وطبيعتها لما نتكلم على مثلا شركات المخازن شركات المنتجعات شركات المنشآت السياحية شركات الاستقدام في أفكار كثيرة موجودة لكن كل شركة لها طبيعة ولها رأس مال مختلف عن الآخر لكن لنغرب الفكرة ولندعم فكرة توطين الاستثمار هذا هو الهدف من الفكرة تتابع الاستثماركم وطلبت الحكومة أن يكون الاستثمار في الداخل نعم ليش؟ الأسواق اللي برق والقوية وفيها عام ردود أكثر صحيح أنا لو افترضنا أن الأسواق الخارجية حققت لي 7% والاستثمار في الداخل حققت لي 6% من أيه أفضل بوجهة نظرك وبوجهة نظر الأخوات المشاهدين اليوم 6% بوجهة نظر المنظور الاستثماري البحث الصرف لو كنت عبدالله المنبيعي منفردا يستثمر أكيد بالنسبة لي 7% أفضل من 6% لكن لما أتكلم عن إدارة دولة فأنا أراعي جميع المصالح فأنا لما أحل القضية الإسكانية مقابل أن أنا ينسل مني هالواحد بالنمية وأحل قضية الطاقة وأحل قضية التمويل وأحل قضية السياحة وقضية التخزين وقضية استقدام وكل هذه القضايا سأتحرك قطاعات أخرى؟ سأتحرك قطاعات أخرى ناهيك عن تحريكي للقطاعات القائمة وهي قطاعات البنوك وشركات التأمين وشركات المقاولات والمشروعات الصغيرة وكل هذه القطاعات سأتحرك بمجرد توطيني للإستثمار وتبي المواطنين يكتبون فيها وفي كل الشركات التي قدمناها يعني مثلا شركة الطاقة 50% المواطنين المستثمر المدير يملك 26% والحكومة تملكها 24% إنشاء المدن الإسكانية حطينا 50% مواطنين و30% مستثمر مدير و20% حكومة بنك الإسكان كذلك المدن العمالية حطينا 24% بـ 25% وحطينا بالمدن العمالية نسبة تكويت الوظائف 70% يعني اليوم تكويت الإدارة اللي راح تدير هذا ومشروع المدن العمالية حطينا مدن عمالية بالقرب من هذه في نص القانون اللي حطيناه حطينا بأن تكون هناك مدن عمالية قرب كل تجمع موجود عمالي سواء تجمع مصانع أو تجمع أسواق أو تجمع وتكون هناك مدن عمالية تستطيع حتى أمنياً أن الوزارة الداخلية أن تسيطر عليها تكون مساكن نظامية بدل التكدس اللي قاعد نشوفها بالجليب وفي غيرها وكثير من القوانين وحزم من القوانين المتعددة اليوم نحن قاعد نشتغل عليها وقاعد نشتغل عليها وقاعد يعكفون عليها الناس من صباحة الله خير قاعد تغرب عليهم الشمس ومداخل المدس أعطيهم ألف عافية يستحقون الشكر صراحة لكن أنت تريد تمول هذه المشاريع اللي قاعد تتكلم عنه مشاريع ضخمة من عشرين بلا من أرباح صندوق رجال مو متخوف من صندوق رجال شوف أبو حسين نحن اليوم لما نتكلم على عشرات بل قد تصل في يعني إذا تطورت الأفكار مع الفترة القادمة إلى مئات الشركات المزمع إنشاءها نعم أنا بحاجة إلى سيولة كبيرة أنا لا يمكن أن أنا أطلب من المواطن بأن يكتتب بشركتين أو ثلاث شركات في الشهر الواحد بالنهاية هو عنده مصاريفة عنده في أمور أخرى نعم أنا قاعد أحث المواطن على الأنفاق لكن مثل ما قلت لك الحين أنا اليوم ترابط أربع شركات أو أربع مقترحات في نفس الوقت مع بعض أنا لازم يتم إنشاءهم مع بعض شلون أنا راح أخلي المواطنين يكتبون بشركة إنشاء مدنسكانية وبنكسكان وشركة طاقة وشركة معالجة مياه صرف صحي هالأربع مشاريع مرتبطة مع بعض وأنا بحاجة إلى تزامن موجود يعني ما يصير أنا أسوي الخلل نفسه وأسوي المشاريع وأخليها واقفة يعني أعطيك على سبيل المثال من الخلل الإداري السابق اللي كان موجود بأنه سووا جسر جابر وبالنهاية جسر جابر ما يوصلك لي مدينة وبالمقابل سووا مدينة صباح الأحمد وماكوا طرق تودي لها قاموا يستخدمون درب المزارع عشان توصل حق مدينة صباح الأحمد سووا الطرق بعد ما الناس سكنت هذا خلل إداري حقيقي لكن اليوم أنا إذا بتكلم عن حل فعلي حقيقي مدروس أنا لازم يصير تزامن زين أنا من وي نيب السيولة من المواطنين بأربع شركات في شهر واحد لكن تتأخذها من أرباح الصندوق فإذا خذيتها من أرباح الصندوق أولا أنا وطنت استثمار نعم وخلقت وظائف في ديدة وطورت وحركت قطاعات عدة اقتصادية بالكويت ووفرت وظائف للكويتيين يعني ترى إحنا أولى بالاستفادة من ثرواتنا أوكي اليوم أنا قاعد أشوف ميزانية الرواتب في ميزانية الدولة قاعد شكل 54% يعني 12 مليار فاصلة ثمانية قاعد تنفق على بند الرواتب اليوم القطاع الخاص من الواجب أنه يتحمل هذا العب الذي قاعد يثقل كاهل الحكومة ويثقل كاهل الميزانية أنا إذا خففت هذا العب بإنشاء شركات كبرى وكوت الوظائف داخل هذا أنا راح أخفف على الميزانية البعض قاعد يقول لك من طرق تخفيف على الميزانية اليوم لأنه انتقلت باب الرواتب وأيضا باب الدعوم وإذا بتحطه بعد أيضا يستعلك الميزانية أنه اليوم طبق الضريبة شوف الضريبة بوحسين أن المواطن لازم يدفع ضريبة منطقا خنتكلم بجانب المنطق لا ضريبة الدستور الدستور يقول لك لا ضريبة إلا بقانون والقانون من اللي يقرر القانون مجلس الأمة هل يعقل بأن أعضاء مجلس الأمة راح يصوتون على شيء يمس جيب المواطن أنت عبد الله لمباي لو يقدر الضريبة راح توافق ولا لا يقينا لا ليش لأن أكو مئات الحلول اللي يتخفف على كاهل ميزانية الدولة تعالي يا أبو حسين أنا بخاطبك كمواطن اليوم أنت اليوم يا تقلت لك تساهم في شركة تكتب في شركة وراح توفر على الدولة الانفاق الرأسمالي اللي راح يتم انفاقه وراح توفر على الدولة رواتب المواطنين اللي بيداومون في هالشركات وراح توفر على الدولة الكثير من الأعباء اللي قاعد تنفقها الأعباء الاستهلاكية اللي قاعد تنفقها الدولة نعم ولا وانت تساهم وصير عندك اكتتاب في هالشركات ولا تدفع ضريبة وما تدري وين تروح الضريبة وما تدري وين بينفقون هالضريبة وهل هالضريبة بتحسن الخدمات ولا ما راح تحسن الخدمات يقينا انت راح تكون راضي انك تكون مساهم لكن يقينا ما راح تكون راضي انك تدفع ضريبة لذلك لما يتم توفير هذه الحلول وتقديمها واجب تمكينها لان هذه الحلول راح توفر على الميزانية نعم في نفس الوقت اليوم على المواطن الحديث على الرواتب والفرق وقالوا بديل استراتيجي الحكومة اعتقدت سحبت القانون لكن في اللجنة المالية شنو كان رأيك فيه يعني البديل الاستراتيجي جاء فالطاض في كل مواضح لا كل عباراتة كانت عبارات عامة يعني من غير المعقول ان يصاد قانون بهذه الركاكة وان كان هذا القانون تم سياقته فيه السابق لكن كان فيه تفويض بشكل خيالي لما تراه الحكومة وفي اغلب البنود ولما تراه الحكومة يعني يعني قانون كله لما تراه الحكومة يعني قانون قانون يقول لك يعني في المثل اللي نقوله قانون يقول لك كل شيء خب خاص بديل استراتيجي هذا البديل استراتيجي كان لما تيب لي قانون يحقق لي عدالة فعلية واضح المعالم واضح على من سيطبق واضح على آثار المادية وآثار وانعكاساته هنا أنا أقدر أتوافق معاك نعم عنوان البديل استراتيجي عنوان رائع وتحقيق العدالة وتوحيد سلم الرواتب هذا عنوان رائع لكن على منسة واحد رواتب وشنو سلم الرواتب اللي بتحطه ما كان واضح في القانون اللي كان نتخدمت الحكومة كان شيء شفاف بشكل خيالي ابو حسين يعني كان مبهم القانون بشكل خيالي وتجاوبة وزارة المالية والأخوة في الديوان الخدمة وجميع الجهات المختصة فيه وزارة التخطيط وغيرها تجاوبوا بأن نحن سنقوم بالأخذ في ملاحظاتكم ومحاولة تعديلها يعني أحد الملاحظات اللي ذكرناها قلنا يعني شنون يصير بدل الزوجية ليش يفرق وكيل الوزارة عن الموظف وهو بدل الزوجية بدل الطريق ليش يفرق بين وكيل وزارة بالنهاية اثنينات ومركبوا سيارة وطلعوا من مكان لمكان فالعدالة الحقيقية يفترض مساوات البدلات هذه في مساواتها مع نفس علاوة الأبناء علاوة الأبناء على كل المواطنين اليوم خمسة دينا سواء كان وكيل وزارة ولا كان موظفي دين لكن اليوم هذا أجزين على من سيطبق هذا القانون هل من المعقول اليوم أن أنا راح أرفع كل الحد الأدنى إلى الحد الأعلى أنت أصلا قصب بند الرواتب فهل منطقيا الحكومة راح تستطيع أن ترفع كل من هو بالحد الأدنى إلى الحد الأعلى أيضا غير منطقي لكن المنطقي هو أن تضع سلم رواتب على حديثين التعيين ويوقف توقف مسألة وتكون نتيجة البديل الاستراتيجي أن توقف مسألة طلب الترشيحات ليش؟ لأنه راح يصير توزيع حقيقي وطلبنا اقترحنا اقتراح حتى المجلس الأعلى للتعليم بأن يكون جزء من المجلس الأعلى للتعليم رئيس ديوان الخدمة ورئيس القوى العاملة أنت ربطها في الاجتماع الماضي حتى التعليم وأيضا ربطها مع الصحة طبعا طبعا لا تقصد أنت في التمريض تقصد تعاون المرن هذا جزء منه ممكن يحقق في سوق العمل وتوجيه جيد شوف الشراكة المرنة المقترحة التي تقدمها فيه مجموعة من المخلصين من الدكاترا والمختصين في وزارة الصحة اللي كانوا يلمسون يوميا المعاناة في العجز الإداري والتحدي الكبير اللي إياهم خاصة في الفترة قادمة اليوم عندك عجز إداري في المستشفيات القائمة الحالية فما ظالك في المستشفيات التوسعات المستشفيات اليديدة والمستشفيات اليديدة المستقلة ومستشفيات الضمان اللي راح يتم افتتاحها في القريب العاجل وكثير من المستشفيات القطاع الخاصة مهنة التمريض والخدمات الطبية المساندة هذه معاناة عالمية وليست معاناة في الإدارة في الكويت فقط لكن الواقع قاعد يقول أن قاعد ييوننا ويتدربون عندنا بالكويت يقعدون لهم 15 سنين يأخذون الخبرة عندنا بالكويت يجربون فينا ويروحون بالنهاية إلى الدول الأوروبية وأمريكا وغيرها ويروحون هناك بالخبرة اللي يخذوها من الكويت اليوم أنا ليش ما أدرب كوادري الوطنية طيب نادينا الأخوة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تعالوا يا جماعة ليش ما ترفعون أعداد القبول قالوا إحنا عندنا عدس في الكوادر اللي تدرب صار اليوم هذا التعاون أو تم اقتراح هذا التعاون من الأخوة في وزارة الصحة في كثير من المخلصين حطوا تصور قالوا يا جماعة إحنا وإحنا قائمين على عملنا في وزارة الصحة عندنا استعداد ندرب بارتايم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ونخرج هذا التوادر في استعداد للتدريب في استعداد للتدريب وهناك رغبة كبيرة من الطلبة للإقبال على هذا التخصص إذن الحل هو التنسيق تذكر التنسيق اللي قلت لك عنه في مسألة الأمطار وغيرها إنه وجوب التنسيق اليوم أنا أحتاج التنسيق بين مخرجات التعليم وسوق العمل وتعاون بين الجهات الحكومية عشان بنهاية أسد الحاجة أنا جدامي تحدي جداً كبير أنا جدامي تحدي كبير في إدارة المستشفيات عندي تحدي كبير في إدارة المطارات عندي تحدي كبير وكل هذا أنا أحتاج إلى تعاون حكومي حكومي عشان أقدر أحقق النجاح الإداري في إدارة هذه المنشآت ولا بالنهاية راح تصير أكوام خرسانية أطالعها ولا أقدر أستفيد منها نعم في الجلسة الأولى والأقرار الميزانيات لما يأتي وحطيته بند وزدته البند لقضية توفير البند من حكومة لدعم بدل لجازات خرج مجموعة مثل في مجموعة اقتصادية الصحف تحدثت بأن هذا يخلف الميزانية هذا يؤدي إلى آثار سلبية على الموظف تتفق قيام ولا لا بالواقع يعني اللي أقر هو أقر نتيجة قوانين سابقة ووضعت ونتيجة قرارات سابقة ونتيجة مراسيم سابقة وإحنا كل اللي صار في هذا المجلس بأننا إحنا أقرينا الميزانية لصرف هذه المبالغ لكن هذه المبالغ ترتبت على قوانين سابقة وقرت سواء في مجال السابقة أو في تطبيقا لمراسيم سابقة لذلك وإن كان الكويتين يستاهلون يستاهلون أكثر في مثل هذه المبالغ لكن بالنهاية إحنا كل ما قمنا فيه بأننا عجلنا صرف هذه الميزانية وما عرقلنا صرفها لكن بالنهاية القوانين يأثر سلبا على المواطن أو لا؟ على الموظف عفوا؟ بالعكس إحنا 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 يعني اليوم إذا بتناقشني في وجهة نظري في هذه القوانين هذا أمر آخر ووجوب تعديلها من عدمها هذا أمر آخر لكن إذا كنت تسأل على اللي أقريناه في الميزانية إحنا أقرينا قوانين سابقة كان موجود سابقا وبالتالي بالنهاية إحنا صرفنا الميزانية فقط تعاملوا إياه نعم نفس الشي يعني اليوم إذا قد تتكلم على ما يثار في وسائل التواصل لما تتكلم في الجلسة وقلت أن التراب هي بالأخضار أو أيضا بعض خذاها يعني بنوع من الأخي نقول اليوم شوف بحثي شيء من القبيل يعني شكنت أقصد لأنا كنت قد تتكلم في كل مطويلة يعني هم خذوا الجزئية هذه أي يعني واشي تشوفها متعمدة ولا ولا لا والله بغض النظر عن الجانب هذا إحنا أكبر من مسألة الاقتطاع وبعض المسائل اللي تم إثارتها الهدف اليوم أن تلمتي وتركز وتعد قوانين وتتخاطب هم مشارع الكويتي وتكلم على مسألة التخضير وأثر اليوم بقاء 85% من الأراضي الغير مستقلة بالكويت وكان جزء من استكمال التعبير هذا يقلنا الرمل ما يمنا للإغبار لأن الأراضي كونها صحراوية وغير مستقلة وغير مخضرة اليوم لما نتكلم على كل هالمشاريع هذه اللي قاعد نتكلم عنها مدن اسكانية وتمكين الصناعة وتمكين السياحة وتحرير الأراضي لتحريك هذا النشاط أن اليوم أنت راح تكونون غير مستفيدين في بقاءها كبر غير مستخدم فالمسألة ما هي مسألة رد على بعض الاقتطاعات أو بعض التندر المسألة يهمنا أكثر بأن تتحقق هذه الرؤى وهذه القوانين وهذه التشريعات التي تهم المواطن الكويتي وتؤثر على مستقبله أما الرد على بعض الاقتطاعات هذه هذا مضيعة وقت جدا بتركي اللي قلت اليوم وشرحت قوانين وقترحات ما شاء الله تأتي بها معاك اليوم كما نقدمها داخل مجلس الموال ولكن السؤال في وضعنا الحالي نقدر نحقق شيء ولا لا بتفائلنا نقدر نسوي شيء ولا لا والله يقينا يعني أكيد الشيق عود مثل ما يقولون لكن قادرين نخطو خطوات يعني عقل جيدة شوية ملموسة يعني الخمالة اللي صار في الفترة السابقة وايد وعشان أني نعدل هذا الخمال احنا محتاجين إلى عديد من القوانين اللي عشان تعدل فلو شكتر بتشتغل يعني أنا لو بس أطر لك أفكار القوانين هذي يمكن يؤذن علينا الفير ما دري الإخوان هني يرضون نمدد اللقاء لكن العديد من القوانين والاقتراحات اللي قاعد يعكفون عليها الكثير من المخلصين والمتخصصين عشان يعدلون هذه القوانين ويتركون بيئة صالحة يعني الاقتراحات وبيئة صالحة للبناء والتعاون الحكومي لكن في نهاية المطاف ترى الحكومة تملك أكثر من 80% من قدرتها على عملية الإصلاح يعني لو افترضنا أن أنا طلعت قانون إنشاء المدن الإسكانية والحكومة ما خصصت لأراضي إذن هنا أنا راح أضطر أن ألجع إلى المحاسبة المحاسبة يقينا لكن قلت أنا بنك الإسكان والحكومة ما رخصت ولا قامت على الاكتتاب اليوم أنا دوري كمشرع بأن أنا أضع البيئة الخصبة للعملية الإصلاحية وأخلق البيئة الخصبة وهي الأرضية الإصلاحية للحكومة يبقى تعاون الحكومة هو سيد المشهد هي السلطة التنفيذية وهي السلطة التنفيذية وهي اللي راح تقوم على كل هذه المشاريع إذا في حال قامت على هذه المشاريع راح توفر على نفسها وعلينا وراح تحسن صورتها عندنا وتحسن حياتنا ووضعنا لكن في حال أن أخفقت في إدارة هذا المشهد وكانت كما كانت سابقاتها من الحكومات المتعاقبة التي تكرر إخفاقاتها في إدارة البلد وإدارة شؤون المواطنين هنا راح يكون لجوءنا إلى المحاسبة يعني هو سيد المشهد ولا نتمنى ذلك نحن نتمنى نتعاون ونتمنى اليوم بأن يكون هناك بيئة متعاونة وبيئة خصبة للإنجاز وتعاون كبير وتحسين فعلي والمواطن يلمس للإنجاز ويشوف شو تقول حق المواطنة الآن آخر شيء وصال ما شاء الله الوقت ما أكعده بسرع يعني فش تقول حق لي هذا والله يعني يعني إحنا متفائلين في الحقيقة في اللي قاعد نشوفه من تعاون داخل المجلس وقاعد نشوف تعاون يعني حكومي واستجابة واحترام لإرادة الأمة واحترام للأفكار اللي قاعد نطرحها هذا التعاون يجب أن ينعكس على واقع الشعب الكويتي المفروض في الفترة القريبة العاجلة بأن يبتدي المواطن الكويتي يلمس نتائج هذا التعاون لأنه لا ترتفع الثقة إلا لما يلمس المواطن للإنجاز الفعلي ويشوفه على أرض الواقع ويغير حياته لكن في حال أنه كانت هذه مجرد تصريحات ومجرد تعهدات للتنظير فما رح ترتفع الثقة في جميع المؤسسات لا في المؤسسة التشريعية ولا في المؤسسة التنفيذية فإحنا بحاجة إلى رفع هذه الثقة ولا ترتفع هذه الثقة إلا بتعاوننا لأنه نضع علينا فعلا وقت وايد وما عندنا وقت الله يوفقكم إن شاء الله وبترك إن شاء الله إنجاز الأفضل واللي يصد في مصلحة المواطن وإن شاء الله نتفعل خير إن شاء الله نلتقي معك إن شاء الله في لقاة أخرى إن شاء الله بإذن الله واللقاء الياي إن شاء الله بإذن الله نسولف عن الإنجازات التي أنجزناها بإذن الله بإذن الله شاهدنا الكرام الجزء الثاني مع الوزير السادق أحمد الملي في وعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر